أشرف بن شرقي السؤال يتكرر يوميا لحقيقة عندما تتحسن الأمور يعني تحسن بتواجده في نادي الزمالك أو تحسن بغلق باب المفاوضات معاه الوضع بالنسبة لأشرف بن شرقي في هذه اللحظة طيب مبدان كده كريم ما فيه صفقة كرن في الزمالك يعني إيه بقى ناس للفترة اللي فات كلها سمعت كل الأسماء اللي متاحة في الشرق الأوسط سومة أيوة موليكة أيوة بن شرقي أيوة يعني كل الأسماء اللي ما يعني أي حد جامل ما عندي الزمالك بيفوضى حتى من مصر هنا رمضان صبحي حتى رمضان صبحي ما فيه صفقة كرن في الزمالك صفقة الكرن الوحيدة هي أعتقد رمضان صبحي من وجهة نظري اللي يتقال علي صفقة كرن هي ضمام رمضان صبحي للزمالك هي دي صفقة الكرن لكن الزمالك ما فيه صفقة كرن هكلمك عن بن شرقي أول مهبل قبل ما تكمل القصة رمضان صبحي صفقة كرن أنه أشرب من شرقي بالصفقة القادمة ها ليه بقى هقولك ليه لأن ده العيب كان في الزمالك أصلا مش صفقة آه ممكن جماهيرية أو فنية جيدة صفقة جماهيرية تمام فنية جيدة تمام ولكن صفقة مش مفاجأة يعني العيب كان عندي طلع بره رجعته تاني ولكن المفاجأة فيها مثلا انضمام رمضان صبح للزمالك في ظل أن الراتب اللي بياخده رمضان تمسك برامة زبي كل القصص دي وطالما فتحنا موضوع رمضان عشان أعرف أنك كنت ستسألنا عليه فهنتكلم عن بن شرقي الأول وبعدين أتكلم عن رمضان بن شرقي ده الصفقة الوحيدة اللي فعلا أن الزمالك دخل فيها الآية من اللي فاته الزمالك ما دخلش في آية حد غير بن شرقي أمير مرتضى كان في الإمارات وحاول مع اللاعب وحاول مع الجزيرة مشكلة الزمالك أو العقبة الوحيدة في الموضوع أن الزمالك مش عايز يدفع مقابل مادي لنادي الجزيرة صحيح نظرا لأن اللاعب بياخد 2.5 مليون يورو رقم كبير جدا بتكلم في حوالي 90 مليون جنيه راتب سنوي الزمالك أصلا مش هيقدر يدفع كده ومش هيقدر يدفع للجزيرة فالزمالك عشان تحرك في بن شرقي تحرك على حاجة وحدة أن أنا هتفاوض مع الجزيرة لو اللاعب هيرحل بالطرق دي أو يمدد معاكو وناخده سنة أعارة مجانية وهتفاوض أنا مع اللاعب على عقده ده بتاخد هناك 2.5 مليون يورو هتيجي عندي وديك مثلا مليون ونص دولار زي المسلا المبلغ اللي بياخده عليه مع اللور وده اللعيب اللي زمالك ممكن يتفعله عشان بن شري آخر عقد كان بياخده مع الزمالك كان بياخده كان في السنة يعني آه ما وصلناش لك يعني 1.300.000.000.000.000 بنتكلم في كده فهتجيلي هتتنازل عن مثلا مليون دولار من ردك وتيجي تاخد مليون ونص هل اللعب هيوافق على ده كريم؟ أعتقد ممكن يكون موضوع صعب شوية هي الكصة المادية هي اللي تحسم صفكة بن شرق لحد دلوقتي الزمالك لم يتوصل الاتفاق ولا مع الجزيرة ولا مع بن شرق نفسه